قامت جمعية رسالة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتوزيع 250 شنطة غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً في قرية تادهشور بالجيزة يأتي ذلك ضمن جهود التحالف الوطني بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتخفيف الأعباء عن كهل المواطنين احنا بننزل هنا دهشور بشكل دوري كل شهر بأنه سنة ونصف دلوقتي بننزل قافلة زي ما نشافين بنبدأ بتعبئة 250 شنطة أو أكتر أو أقل بحجاب بسيطة يعني ونوزعها على الأسر بتاعتنا يعني بنوزع على 250 أسرة الموضوع مش متوقف على فكرة ان هي شنطة بتوصل لهم بس على قد ما هم خلاص بقوا أهلنا زيهم زي والدي والدي في البيت زيهم زي أخواتنا في البيوت آآ خلاص بقالنا سنة ونص بنعدي عليهم كل شهر كل يوم والأنشطة بتاعتنا مش متوقفة على فكرة ان انا باجي أنزل شنطة لأ عندنا برامج تعليمية للأطفال بنعلمهم ازاي يصلوا ازاي يتعاملوا كويس ازاي يتكلموا مع بعض بشكل لطيف آآ في زيارات مسنين بنعدي على ما يقارب خمسين مسن كل شهر فالممبادرة مش متوقفة فس على ان انا بساعد حد بحاجة كل شهر على قد ما يمتوقفة ان احنا خلاص بقنا من البل ديت ويعني زينا زي أهلا بزيار المسنين او كبار السن لما بيروح لهم بيبقى بالنسبة لهم يوم عيد أصلا بيسألوا علينا في التليفون ودايما بيكلمونا والأطفال ما شاء الله عليهم يوم عن يوم بيتغيروا فكل مرة بييجوا فرحتهم لما بيشوفونا أصلا وبيجروا علينا ويحضنونا دي بصراحة بالدنيا فلا يعني هم أهلنا وبجد بيفرحوا لما بيشوفونا الفكرة كلها ان احنا المطواني اللي بيجوا بيجوا من خلال مثلا يعني كلنا أغلبنا شباب مثلا من سننا 14 سنة لحد 25 سنة كل الناس ديت أغلبها بيقى في جامعات مش عارف ايه فاحنا بنجمع بعض أولا كاصحاب ومش عارف ايه وكده من الجامعات أولا ثانيا من الدروس ومش عارف ايه وكلام ده تقوله الأطفال الصغيرين من المدارس وبتأوقات بنروح سناتر مثلا نعمل توعية هناك عن تطوع وكل الكلام ده وبعد كده فيه فورم مثلا على السوشال ميديا بنطلعه كل تقريبا ستة شهور بنخليهم يملوه الحابب يتطوع الحابب ان هو يشغل وقت فراغه في الأجازة كل الكلام دوت وهما بيملوه مثلا واحنا بنبدأ بقى نعمل ان احنا نكلمهم بالتليفون وكده وهم بيجوا يعني